بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوعنا مين هيدخل السم خدنا كذا فكرة قاعدة الأولى المؤمنين بالمسيح الإيمان المستقيم والإيمان العامل بالمحاب سيمنا كمان اللي بيستصمروا بطريقة روحية يعني اللي بيحوشوا في السماء مش اللي بيحوشوا في الأرض الأغنية المتوضعين اللي مليانين عطاء وسخاء هيدخلوا السماء والفقر الصبرانين وشاكرين ومستحملين هيدخلوا السماء طيب وشفنا اللي بيقول لنا على فكرة دخول السماء مش صعبة أوه بس ما تمشيش على هوا اللي حواليك اعلن الحق ما يهمكش اشهد لإلهك في أصعب الظروف قولوا سكرني يا رب وسيب الباقي عليه ما تخليش ماضيك وخطاياك يعطلوك من الآيات الجميلة المشجعة جدا لدخول السماء تعبير الكتاب كل من يدعو باسم الرب يخلص بس طبعا الآية على قد ما هي مشجعة جدا لها شوية تحفظات نشرح تعالوا نشوف النص جيه في كذا حت مثلا في أعمال أربعة لما القديس بطرس وقف يوعظ بعد حدثة الأعرج لما شاف الأعرج الدنيا تقلبت الأعرج ده شحات معروف فلما الراجل مشي على رجليه كل أرشاليم سمعت فكانت زلزلة اليهود خالص لأنه بطرس يوحنا عمله معجزة لشخصية مشهورة والشحاتين ساعاتي مشهورين جدا يعني لأنه بيبقى له مكان سابت بقى له تلاتين سنة فكل الناس عارفينه فلما بيحصل حاجة معاه كل الدنيا بتعرف فهنا القديس بطرس وهو بيتكلم بيقول أنتو بتحكمون على إيه هو إحنا اللي عملنا المعجزة ده اسم يسوع اللي بننادي به عمله المعجزة فانتو حكموا اسم المسيح لو قدرته نزم بإيه وقال ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص وقى حكاية الاسم ده نهارنا عشان مثلا تدخل على موبايل مش بتاعك أو على كمبيوتر أو برنامج لازم تعمل إيه في باسورد لما تكون إيه ومش عارف الباسورد منتاش داخل عندنا الباسورد بتاع السماء اسم يسوع المسيح هي ببساطة كده ده كلمة السر اللي بيعرف يقول يا رب يسوع ده داخل السماء بس طبعا هنقولها لأنه اللي هيقولها بجد ومن قلبه في حاجات تانية هيعملها ضمنين لكن هو ده اللي بيقوله بيقول كيف يدعون لما في روميا عشرة بيتكلم بيقول شوفوا بقت الخلاص سهل ربنا يسوع مات من أجل العالم كله وعاوز العالم كله عنده فقال كل من يدعو باسم الرب يخلص لكن كيف يدعونا بمن لم يؤمنوا بيه طب انتوا بتقولوا يا رب يسوع عندكم تياز رائع طب في غيركم ما يعرفوش يقولوا كتن ليه عشان ما أمنوش وكيف يؤمنونا بمن لم يسمعوا بيه وكيف يسمعونا بلا كارث بخلي بالكم في سؤال ما لوش معنى بيتسئل الناس اللي ما بتقولش يا رب يسوع هتروح فين لا السؤال اللي بيترحوا بولس انت عملت ايه عشان الناس دي تقول يا رب يسوع ما فيش خالص فلسفة هم هيروحوا فين لانه الموضوع أبسط من كده كان المفروض انت تبقى كارث تروح تقولهم قولوا يا رب يسوع عشان تدخلوا السام كان عندنا كاهن لطيف كده من انجلترا نزل مرة بلد في افريقيا وزوروا السجن وهو كاهن انا بحبه قوي يعني لانه مليان نعمة فعالي لقيت قدامي مئات من المساجين واغلبهم مش مساحين وهي مرة واحدة هاعد مع الناس دي وبيفهموا انجليش بصعوبة جدا افارقة ومساجين بقى بكل انواعهم قال لي انا ملقيتش حاجة اقولها لهم غير تعرفوا تقولوا ورا وزعوا شوية خير كده والناس غلابة وعاوزة اي حاجة قال لهم تعالوا نقول يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطم وقالها انجليش وبعدين حد قالها له بالطريقة الافريقاني فابتدى يقولها قال لي بعد ساعة السجن كان بيترج المئات بيقولوا ورايا بمنتهى الحماس فقلت انا ايه اللي مقعدني في بلاد برا اذا كان في ناس مستعدة للإيمان بهذه الدرجة وناس لما تقال لها انه لما تقولوا كده صاحب الاسم ده هيدخلكوا السماء طب ما كل دول الصليمين واللي هيقول من قلبه فعلا وعنده مشاعر ايمان وتوبة هيخلص الوعد كده طبعا لو هيكمل معاهم هيبقى فيه معمودية وهيبقى فيه قداس وهيبقى فيه تغيير لكن هي ده مفتاح الطريق للسم كيف يدعونا بمن لم يؤمنوا بانت منتظر العالم يقول ايه اذا ما كانس حد يكلمه عن المسيح يبقى مشكلتنا مش مشكلته وكيف يسمعونا بالأكارس ربان ياسوع له المجد حط قعدة تاني قال كل شيء تطلبونه في الصلاة باسمي تنالونه عشان كده احنا حطينا على أبانا الذي في نزل علانا ان احنا زودنا على أبانا الذي ايه بالمسيح ياسوع ربانا ما لازم نقول كده لانه هو اللي قال كده قال لما تطلبوا حاجة اطلبوها باسمي تنالونه يبقى اول قعدة سبتناها مبارح الايمان ضرورة للخلاص ما فيش اسم تاني يدخل السماء غير اسم ياسوع وانت لو عرفت تتعود على اسم ياسوع اجمل حاجة تضمن لك دخول السمانك وانت بتطلع في النفس تكون بتقول يا رب ياسوع كده لو الشياطين جايين يقولوا احنا لنا فيك كتير هيجروا ما يقدروش يسمعوا اسم المسيح فعشان كده كنسيتنا بتعلمنا قولوا كتير يا رب ياسوع عشان في اللاوعي تبقى بتقولها لما تبقى خلاص ماشي يبقى ده اخر اسم بيطلع من لسانك لانه ده اكتر اسم انت بتحبه ومشغل به فعمال 16 لما وقف بولس وسيلة في السجن قعدوا يسبح تسبيح القديمة كلها زي ابصاليات الكنيسة كده كلها يا رب ياسوع يا رب ياسوع زي اعطى فرحا لنفسنا تذكار اسم يا ربي ياسوع المسيح هي الكنيسة الاولى كلها كانت تسبيح لاسم المسيح فالمساجين سمعين الاسم اللي عمال يتكرر وبعدين حصل زلزال الاسم عمل زلزال فالمساجين دخلوا مش عاوزين يمشوا عاوزين يعرفوا الاسم العجيب الزلزل السجن وفتحوا عامل السجان كمان هينتحر قال له لا متعملش هكا لو عاوز تمسكنا مسكنا محد الشرب فالسجان امبهر فقال طب اعمل ايه عشان اخلص قالوله امن بالرب ياسوع فتخلص انت واهل بيتك قديس يحنى في اول اصحاح بيحط كده خبر حلو بيقول هو جيل اليهود واليهود لم يقبلوا فانسوا حكاية اليهود خلاص معدوش مختارين معدوش شعب مختار كل الذين قبلوا اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله يعني كده هيورسوا السماء الولاد بيورسوا ابوهم اي المؤمنون باسمه يبقى المؤمن باسمه صار ابنا لله يبقى كده هيورس السماء لما الانسان بيؤمن بالمسيح كإله خلي بلكوا كلمة يا ربي يسوع دي فيها ملخص المسيحية لانك بتقول اسم علم اسم انسان اسمه يسوع بس بتقوله ايه يا ربي فانت ضمنا بتعترف ان يسوع ربنا فهمت الفكرة وده اهم حاجة في المسيحية والمسيح ده دوره الخلاصي المسيح يعني المسيحة اللي جاي يفزي البشري فهنا لما الانسان بيؤمن وامانه يبقى مستقيم يتعمد والمعمودية ضرورية للخلاص يقول لما صدقه في لبس وهو يبشر بالامور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح شوفوا التركيز على الاسم اعتمدوا رجالا ونسان يبقى اللي هيؤمن بالاسم هيتعمد على هذا الاسم عشان كده لما حصل ازمة في كورنسوس وبقوا ناس تقول احنا بتوع بولس واحنا بتوع بولس كان احد ردود بولس قال لهم هو انتوا تعمدتوا باسمي ام باسم العلا بولس صلبة لاجلكم ام باسم بولس اعتمدتهم طبعا السؤال استنكاري يعني اللي انا موتت عشانكم ولا انتوا تعمدتوا على اسمي اللي مات عشانكم ربنا يسوع واللي تعمدتوا على اسم ربنا يسوع فانتوا تابعوا ومش تابعي دفلنا معه بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد القاب نسلك نحن ايضا في جدة المسيح يبقى الطفل او الشخص بيتعمد على اسم المسيح فبيطلع مسيح عشان كده المسيحيين هيدخلوا السؤال لكن مش كلهم اما غير المؤمنين بالمسيح رفضوا الباسورد طيب احنا ايه فرحانين فيهم بالعكس احنا هنتسئل عليهم لان المفروض كنا احنا اللي نوصل لهم المسيح احنا نور العالم احنا ملح الارض لكن لاننا شوية فزدانين لا نصلح للشي انفسد الملح بماذا يملح اسم المسيح في قوة وبالتالي هو هو الباسورد بدخول السماء والباسورد بتاع الصلاة يعني اي صلاة صليها تحط فيها اسم ربنا يسوع تبقى صلوة صحة اي صلاة تحط فيها اسم المسيح بقى انت بتعرف تصلي لكن لو قالت كلام كتير معرفش تحط في اسم المسيح يبقى نقص صلاتك نقصة اهم حاجة ومن هنا جات صلاة يسوع المختصرة يا ربي يسوع المسيح بقى سيقول اي حاجة اكمل بقى ارحمني اذكرني اشكرك بحبك كله حل بس المهمة تقول يا ربي يسوع المسيح اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى كان زمان البلاد بيبقى فيها صور وبرج بلاد القوية والفلاحين تطلع تشتغل بس اول ما يلاقوا هجوم يعملوا ايه يسيبوا الزرع والشغل ويجروا يجروا يجروا ودخلوا في البرج البرج كان اقوى حاجة في الحصن او في الصور زي عندنا الحصن بتاع الاديور البرج ده يبقى الحطى بتاعته سميكة جدا فمهما ضربوه بسهام من برا او حوطوه او حتى حاولو يحرقوه ما يحصلش حاجة فهو قال اسم الرب برج حصين تجري عليه تدخل فيه بس يلعبوا الشياطين برا براحته تتمنع يبقى عندك مناعة يبقى عندك حصانة مفيش حاجة هتحصل لك ولا خطايا ولا مشاكل ولا اي حاجة بس خلي بالكم الكلمة يركض يركض يعني الواحد بيجري على الاسم ودي بقى مشكلتنا ان احنا البرمجة دي لسه ضعيفة تحصل لك مشكلة تجري على البنك يا اخي ده كلام تجري على فلان تجري تعيط تجري مش عارف على المحامي يا حبيب ليه كده بس ما عندك اسم ربنا وانت قاعد بس تنادي على اسم ربنا خلاص دخلت في الحصن والبرج اللي ما تخافش منه فعمال ثلاثة لما بطرسوا حانة طلعين يصالوا الاجبية بتاعتهم او مزامير التسعة لانه دلت الفة عمال ثلاثة واحد صعدة يصلي صلاة الساعة التسعة كان الشحات اللي اعرك ده على الباب فهم لانهم اتعودوا يصالوا صلاة يسوع فبطرس قال الكلمة المشهور انا ما عنديش لفضة ولا دهب اللي عندي ادهولك الغنى اللي عندي القوة اللي عندي ادهلك باسم يسوع المسيح النصري ام ومش والمعجزة دي بقى كانت اول معجزة في سفر الاعمال واكبر معجزة لان الشخص ده خلى الاف تؤمن لانه معروف جدا ولانه الراجل ببسطته قال دول شافوني قالوا اسم يسوع فشافوني فبقيت حد قادر ينكر المعجزة دي في النبوات جات كلمة مهمة ذكرها انجيل متى قال على اسمه يكون رجاء الامم خلي بالكو كلمة الامم بالنسبة للاناجيل كلمة غريبة او جديدة لانه الاناجيل كانت اغلبها في واقع اليهود المسيح كان في مجتمع يهودي طول الوقت لكن بيجيب من اشعية نبوة صريحة بتقول على فكرة اسم المسيح لن يخص اليهود على اسمه يكون رجاء الامم يعني كل الممالك والشعوب رجاءهم في الاسم ده رجاءهم في اسم يسوع فالمسيح لو المجد باسمه خلاص يدجع الصينيين والهنود وكل شعوب العالم في القداس بنصلي كلام جميل ونقول ايه اسمك القدوس هو اللذي نقوله عرفش تاخدوا بالكم الجزء ده ولا لا بيقولوا ابونا في القواش الكبار اسمك هو اللي بنقوله زي ما بنعرفش نقول غير كده ولما نقول اسمك يحصل ايه فالتحيا نفوسنا بروحك بخلي بالكم الفكرة اللي الاباء علموه لنا لما تنادي على اسم يسوع كتير روح الله الساكن فيك يملاك تاني لما تنادي على اسم ربنا يسوع اللي بيسموه الهزيز يحصل ايه الروح القدس يملاك بدل ما لك يبقى انت خلاص تقدست يبقى داخل السام يبقى انت في توب قداسة دلوقت فالتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطيئة يبقى وانت بتقول اسم ربنا يسوع خلاص الخطيئة او الموت ما يقدرش عليك لانه الروح القدس ملاك بولس دخل من البلاد الصعبة جدا في خدمته كورونسوس كان عائل همه بلد دي الفلسفة وافلاطون وارستو بقى كلهم دماغهم علي فقال انا حطيت في قلبي قعدة انا مش ناوت فلسف ولا اتكلم كلام كبير انا لم اعزم وان اعرف شيئا بينهم الا يسوع واياه مصلوبا كأنه بيقول اسم يسوع ويرشم الصليب مثلا شوفوا البساطة او السزاجة اللي عاش فيها فيلسوف المسيحي من كتر قناعته ان اسم ربنا يسوع يفتح بلاده كاملا يبقى احنا امنا بالمسيح وتعمدنا على اسم المسيح وبالنادي اسم ربنا يسوع وكل من يدعو باسم الرب ايه يخلص شي واحدة يقول لي طبعا انا ممكن اقول اسم يسوع وحياتي كلها تبقى غلطة هتبقى مرائي عشان كده المسيح قال ليس كل من يقول لي ايه يا رب يا رب يعني مهلا يقول اسم يسوع بحب طب اللي هيحب وهيسمع كلام فطبيعي هتضطر بعد شوية تلتزم بكل اللي قالو المسيح هتقاوم الشر لانك بتنادي على الاسم اللي انت بتحب ناخد بعض اقوال الاباء في الحتة دي قديد ثقفان الناسك قول صلاة يسوع ينبغي ان تقال بالعقل والقلب وليس باللسان فقط يفهم بفهم كل ما تحتوي من معاني واحساس عميق بيها حتى تختفي الكلمات مع طول الممرسة وتصبح حركة روحية داخلية دائمة الصراعي كلام ده صعب كنظري لكن لما تتعودوا على صلاة يسوع تحسوا بالمعنى يعني في الاول بتبتدي كلمات طلعة من لسانك طوع تقولها مئات المرات بعد شوية يقولوا الاباء تحس ان قلبك بيدق مع الكلمة حتى لو مش طلعة كجملة واضحة لكن البرمجة بتبقى داخلية فيقول في بقى في حركة روحية داخلية ربنا يدينا كلنا نوصل للحالة دي ان من كتر ما تقول صلاة يسوع تحس بمشاعر جميلة بعد شوية وكأن قلبك اللي بينادي حتى لو انت قافل بقىك فيبقى دخلت من مستوى السطحي بتاع الكلام الى مستوى ملكوت الله الداخلي أم بانطنيوس قال كده إن جلست في خزانتك خزانتك اللي هي قليتك أو مخدعك قوم بعمل يديك اعمل اللي عليك ولا تخلي اسم الرب يسوع يعني ما تبطلش تنادي ما تسيبوش ما تخليهوش يعني ما تسيبوش بل يمسكو بعقلك وردتل بيه بلسانك وفي قلبك وقول يا رب يسوع المسيح عيني وقول أنا أسبحك يا رب يسوع المسيح يبقى الأبائي الكبار كانوا عايشين كده أم بانطنيوس كان يقعد يشتغل يجدل الخوص ده معلم الرهبان كله ويفضل يقول يا رب يسوع وهو بيقول كده قلبه عمال يزداد نقاوة وقداسة وبحاجة كبيرة ذهبين الفن الصلاة هي مصدر وأساس لبركات لا تحصى هي قوية للغاية الصلاة مقدمة لجلب السرور يقول لكم تدريب سهل واجربوا لما تكون متدايق ودي طبعا كتير الحمد لله مش كده قعد قول يا رب يسوع المسيح أشكرك ميت مر وبص على المود قبلها وبعدها لو تلاقيته اتعدل شوية قول ما يتعنف يبقى الجرعة مسكفية هتلاقيت عدل خالص جربوا صدقوا جربوا احنا مش بنقول كلام كده وخلاص جربوا بس انت في الاول هتبقى مالكش نفس والشطان بيبقى فسادة نفسك فتبقى مش عاوس لكن اول ما هتدوس فيها لا هتلاقى المدايق أفكت ايا كان سببه ايا كان الوضع اللي حواليه الصلاة مقدمة لجلب السرور على الانسان أن يردد على الدوام صلاة يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاتم بصوا عم بانطنيوس في صحرا مصر وزهبي الفم قاعد في تركيا وثقفان الناسك ده في سينة ولا في برة وكلهم بيقولوا نفس الكلام ونفس الخبرة لأن كل من يدعوه باسم الرب يخلص فالناس دي مجربة فما ينفعش بعد ده كل احنا نتفرج سواء أثناء عمله أو سيره أو أكله أو راحته حتى يتغلغ الاسم ربنا يسوع المسيح فيه عماق القلب ويحطم كبرياء الحية القديمة الرابضة في الداخل كأن فيش طان جوه مع الطلك بتكسر دماغه وانت بتنادي على اسم ربنا يسوع وتنتعش الروح بقى تشعر بقى بالسلام العجيب والفرح الروحي والحاجات بتاعة الكبار دي اللي بنسمع عنها دي مرة تانية يقول داوم بلا انقطاع على ترديد اسم الرب يسوع حتى يحتضن قلبك يعني اسم ربنا زي اللي تحس انك خط حضن إليه في ناس بتبقى عندها اشتياق لحضن وطبعا مع الحضن البشري دا يخوف ومش هتلاقيه بالسهل طب ايه رأيك انك ممكن توصل لإحساس ربنا بيحضنك لو قلت صلاة يسوع كتير حتى يحتضن قلبك ويصير الاثنين واحد التحفظ بقى ايه كل كلام دا مريح وسهل مش كده طلعت سكة السماء مش صعب على فكرة دي بندخل بجملة ايه مش كده لكن فجئنا ان في كلام المسيح حطلنا تحفظ ان بعض اللي بيتلزقوا في اسمه مش هيدخلوا السماء ليه بقى كده ما كنا كويسين يقول كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك باسمك يعني خلاص بيقولوا على اسم يسوع تنبأنا باسمك أخرجنا شياطين باسمك صنعنا قوات فأقول لهم هصرحهم بقى هصرحهم وصرح لهم انا معرفتكوش ابدا ايه ده بقى يذهبوا عني بصوا طلعوا انهم بيقولوا الاسم وبيعملوا الخطية اللي هي عكس اردته بالزبط طبعا عمر ما دول هيحسوا بتعزيات ولا فرح ولا لا لا ده الرياء بعينه بقى انك تنادي على اسم ربنا وتعمل عكس اللي هو عاوزه لا يبقى طبيعي لازم تتوقع ان يقولك انا معرفكش لكن طول ما انت بتنادي عليه وبتحاول تعمل اللي بيقول عليه يبقى انت ماشي مظبوط مرة تانية يقول ليس ما يقول يا رب يا رب يدخل بل الذي يفعل ارادة أبي الذي في السماوات وعندنا بقى حكاية بتأكد الفكرة دي ان في سفر الاعمال من كتر مبولس عمال يقول اسم يسوع وبطرس يقول والمعجزات بالكم والحكاية ماشي حلوة يعمدوا باسم يسوع والناس البسيطة ما تعرفش لسه أقوله حاجة غير اسم ربنا يسوع عم طلعوا سبع رجالة كده سبع شبان عجبتهم الشغلة سبعة بنين لوحد يهودي اسمه سكاوة رئيس كهنة فافتكروها تعويزة اتعاملوا معاها معاملة الحاجات دي فالروح الشرير قال لهم أما يسوع فأنا أعرفه وأما بولس كمان أنا أعلمه أصلا هم كانوا بيقولوا باسم يسوع الذي يكرز بيبول لا يكون في يسوع تاني ولا حاجة فالشيطان يتلخبط يعني يقولوا له يسوع بتعبولس لكن هما ملومش دعوة بيسوع خلي بالكواب يبقى اللي بيقول اسم يسوع هو له دعوة به وهو ابنه ومرتبط به وبيحبه وبيسمع كلامه فمن هنا تطلع القوة فقال لهم أنتوا بقى تطلعوا مين وساعتها ضربهم وبهدلهم لأنه استخدموا الاسم استخدام بعيد عن الغرض بتاعه لا تخف أني معك من المشرق قاتي بنسلك ومن المغرب أجمعك أقول للشمال أعطي وللجنوب لا تمنع بص ربنا قاعد فوق الكرة الأرضية كده بيقولها تولي من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب مين دولة رب بأولادي بنيا وبناتي من أقصى الأرض طب إيه الحاجة المشتركة كل من دعية بإسمي مش دول كلهم تسموا على إسمي يعني إيه We are Christian Christ إحنا مسيحيين إحنا إسم يسوع علينا ولمجد خلقته يعني دول أنا بحضر لهم المجد الأبدي وجبلته وصنعته فيبقى أشكال والوان أي حد هيقول الإسم ربنا يسوع وهيمشي وراه هيبقى له نصيب في السم فأشعية 26 في كلمة جميلة برضو في طريق أحكامك يا رب انتظرناك إلى إسمك وإلى ذكرك شهوة النفس تعبير حلو يعني لما بفتكرك يا رب بشتاء بقى لي مدة ما ندتش عليك إلى ذكرك وإلى إسمك شهوة النفس النفس اللي هي شهوات وحش شهوة مثلا الكرامة شهوة الانتقام دي شهوات نفسية لكن فيش ههوات روحية الروح يشتهي ضد الجسد شهوة النفس إيه إنها تنادي إسم ربنا يسوع تذكرين عروس النشيط كانت تقول له إيه إسمك دهن مهراق يعني أول ما بقول إسمك تطلع ريحة حلوة كأن الطيب تدلق علي يعني مجرد تنادي على إسمه تحس بنت عاش كده زي اللي طلع غرقان طيب بنفسي اشتهيتك في الليل أيضا بروحي في داخلي إليك أبتكر يبقى الواحد يصحب الليل يقول يا رب يسوع يصحب الفجر يقول يا رب يسوع أو ده تدريب تاني إنك في نص الليل لو صحيته قل حاجة استغل الفرص قعد قلها لغاية ما تنعز تاني ولو باكر ابتبتكر بي يعني أول ما تفتح عينك تقول يا رب يسوع تنادي إسم ربنا وبعد شوية يقول في آخر النص ده إيه يا رب تجعل لنا سلاما لأن كل أعمالنا سنعطاها لنا كأن الأعمال ينادي على اسم ربنا يا سودي زي العيل الصغير اللي بينادي على كبير كبير يشيل كل حاجة وهو يلعب فيقول أيها الرب إلهنا استولى علينا سادة سواك يعني دخلين في دماغنا حاجات غريبة غيرك بك وحدك نذكر اسمك يعني عاوز أذكر اسمك بيك يعني أنت ساعدني أفتكرك لو سمح شوو الدلع وصل لإيه يعني حتى قلت يا رب يسوع دي ممكن أنت اللي تخلينا عمل كده بك وحدك نذكر اسمك فكرني بيك يا رب معلش صحيني عشان أنادي عليك يبقى كل ده يدخلنا السماء في الآخر اتقال في آخر الرؤية بقى نص اللي عليك وحفظه أنه هنشوف المسيح بعينينا بس اللي هيخلينا نشوف المسيح بعينينا أن اسمه على جبهنا اسم ربنا مكتوب هنا احنا مسحيين يعني اسمه هنا يعني مخينا مشغول به يعني مخينا تبرمج يقول يا رب يسوع في كل صغيرة وكبيرة لأن الحكاية مش لازم تطلع من هنا ممكن تطلع من هنا ربنا لما لقى العالم كله نسيه وبقى بينادوا على اسم الدولار أكتر واسم الملوك أكتر واسم الموبايل طبعا اسمه والسامسونج بقى والآيفون بقى والحاجات دي كلها بقت آلهة أخرى فربنا زي اللي بيتحصر كده فيقول من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم يعني اللي الناس مش داريانة بي أنا ليه اسمه اسم عظيم في كل مكان يقرب لإسمي بخور ودي نبوة أن احنا في العادة الجديدة لازم نقدم بخور فلما بيحط أي معلقة بخور لازم ينطق بإسم المسيح والمبارك الآب مبارك ابن الوحيد يسوع المسيح مبارك الروح القدس وإحنا بنحط البخور لأن البخور ده الاسمه لأن اسمي عظيم يبقى واضح أن الاسم نفسه في عظمة العظمة دي تديك بقى كل حاجة أنت ما تتخيلهاش بداية بالحياة الإبادية مكتوب في الرؤية كمان غضبت الأمم وأتى غضبك وزمان الأموات ليدانه ولتعطي الأجرة بصوا الأجرة هيروح لمين لعبيدك الأنبياء ما احنا مش تابعا والقدسين أكيد مش تابعا والخائفين اسمك دخلنا فيها دي يبقى اللي هيدخلوا السماء أنبياء وقدسين والخايفين اسم يعني اللي مقدرين اسمه الخوف هنا مش خوف روعب لأ اللي هي فكرة أنه اسمي عظيم اللي مقدرين عظمة الاسم ده فبينادوا عليه وإحساس العظمة جواهم كبار وزيرين أما البقين فيهلكوا شاكرين كل حين على كل شيء فيه اسم ربنا يسوع المسيح في الصيام من التدريب المفيدة أن الواحد يطقن صلاة يسوع يزود ترديد اسم ربنا يسوع يتعود يقولها كتير واربطوها من فضلكم بحاجات كتير مثلا طالع سلالم قول يا رب يسوع المسيح داخل تنام قولها كزمر هتبتدي تأكل وقولها كزمر في أول موضوع وفي آخر أي موضوع يا رب يسوع المسيح لحنا كل مكدو كرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر